وكأن النزوح وحده لا يكفي فهذه الطفلة مصابة بسرطان الرقبة وتحتاج إلى تدخل عاجل خاصة وأن حالتها الصحية تتأخر يوما بعد آخر لكنها وأسرتها لا يملكون ما يكفي للغذاء والسكن فكيف بالعلاج؟ الطفلة ووالدها محمد الربيعي وأسرتهما المكونة من أحد عشر فردا استقر بهم المقام في مخيم بمحافظة مأرب بعد هروبهم من محافظتهم حجة بحثا عن الأمان المفقود جيت من البلاد حقنا من مديرية تفلح الشام محافظة حجة هربان من الحوثيين كان يلاحقون الحوثيين على الخط العام وفي الأسواق وحول القرية لأن ينتمي لحزب الإصلاح بما يسمى حزب الأخواء المسلمين يقول محمد أيضا أنه عرض حالة طفلته على عدة مستشفيات بمحافظة لحج لكن ذلك لم يجد نفعا في ظل ضعف الإمكانات هناك وتأكيد الأطباء ضرورة نقلها إلى المركز الوحيد للأورام السرطانية في مستشفى بصنعاء إلا أن ذلك يتطلب الكثير من النافقات وكذلك لأن العاصمة تقع تحت سيطرة من كانوا سببا في نزوح الأسرة وهربها من أرضها التي فارقتها مجبرة أعطونا علاج وقالوا الأسبوع استخدمناها لمدة أسبوع ما نفع قال رزعنا مرة ثانية بعد أسبوع قالوا خلاص روح مركز أو رام خارج اليمن أو داخل اليمن هذا المركز الأورامي يوجد في صنعاء نحن هاربين لا نستطيع أن ندخل صنعاء أضطر محمد للعمل بالأجر اليومي لتأمين القدر الكاف من الغذاء لأسرته وإرسال أبنائه إلى المدرسة إلى أنه لم يستطع توفير مبلغ كاف لعلاج ابنته من السرطان التي تصارع كل يوم للبقاء حية هذه الطفلة واحدة من ثلاثين ألف مريض جديد بالسرطان باليمن كل عام لا يحصل معظمهم على العلاج بشكل كامل ومناسب ينتظرون ما تنتظره الطفلة التي نجت من الحرب فهل يمكنها أن تنجو مما أصبح يسكن بدنها ويهدد حياتها كل ساعة